موسيقى صباح الخير من جديد وأهلا بكم إلى كلام بيروت الخبير الاقتصادي دكتور مروان سكندر صباح الخير صباح الخير بكلام بيروت معك أكيد الموضوع الاقتصادي بكل تفاصيله راح ناقشه وأيضا الموضوع الانتخابي وستكون لنا إضاءة سريعة على كتاب حدثك تستعد لتوقعه بخصوص البنوك المركزية بظروف الحرجة وبتحكي فيه عن لبنان أي ظرف أكثر حرج من الظرف يلي عم نعيش فيه اليوم يعني واحد بيظل يتصور أنه ممكن تطلع على رأيه الإضافية بس واقع الحال أنه تحديات كتير كبيرة وتجاوزنا تحديات كتير كبيرة بالسياسة كانت حكيمة نعم هلأ شو هلتي التحديات الجديدة يمكن بدنا نحكي عن قسمنا بالحديث أكيد بالقسم الثالث راح تكون لنا وقفة مفصلة مع أبرز عنوانها الكتاب ولكن خلينا نبدأ أيضا بعنوان تقدم على كل العنوين المحلية هذا الصباح وهو عنوان المتعلق بزيارة قدس البابا إلى مصر هالزيارة اللي كتب عنها عون الكعكي بجريد التأشر اليوم بقول أنها ليست فقط الأولى لواحد من أرفع الشخصيات العالمية إلى القاهرة منذ 17 سنة يعني بعد زيارة البابا يوحنا بولوس الثاني إنما لأنها مثلت بعد إنسان ديني مسيحي إسلامي من أجل سلام البشرية يعني يثبت أثبت البابا بهذه الزيارة أنه البشر ممكن يعيشوا بسلام بإطار معين يحفظ هذا الأمر خاصة أنه إجا على مصر بعد حوادث مفجعة أصابت كنيس وأصابت هالفئة اللي هن الفئة الأقدم من مصر يعني الحقيقة الفئة اللي بينتميوا لفرع من دين المسيحي الأرطولوكسي هن كانوا بمصر قبل الآخرين ورغما عن ذلك بيظلوا يتعرضوا لحوادث من هالنم اللي بتفرج عن شجاعة معنوية وجسدية عند هالبابا والواقع هالبابا عنده حقيقة النفس هلو ربما لأنه أصله من بلد من بلدان العالم النامي مش البلدان الصناعية المتطورة يعني هو أرجنتيني الأصل كان يشتغل بالزراعة عنده نفس كتير حلو نفس أو فقط أو إسرار أيضا على القول أنه المسيحيين هن أبناء هذه المنطقة وأبناء هالأرض وبالتالي متجزرين فيها بدك الحقيقة هم دائما بيحكي عن البشر ككل أنه لازم يكونوا على توافق وطبعا المسيحيين قصهم أساسي من سكان هالمنطقة أو إذا راحوا من المنطقة المنطقة لح تقصر رونة أساسي اللي بيتمثل فيهن والأقباط الصورة خاصة هن الأقدم بين كل الفئات المسيحية نعم خلينا نقول لموضوعنا بلبنان أنون الانتخاب كاريكاتور النهار اليوم لأرماء حمصة انطلاءا من وحي التشاؤم يلي اليوم ساد كل الصحف دون استثناء لسيمة بعد الاجتماعي اللي صار به وزارة الخارجية وغاب عنه ممثل الرئيس نبيه بري هالأمر اللي اعتبر إشارة سلبية بهالإطار منشوف الطبيب يستعد لي حقن صندوق الانتخاب الممدد بالسرير أو أنون الانتخاب يستعد لي حقنه بإبرة التمديد يعني فينا نقول التمديد صار واقع إنما بعد الخلاف أديه بهالموضوع لكن ما بقى مسؤول صار واقع لأنه تضلتي وقلتي غاب عنها الاجتماع ممثل الرئيس بري وهذا كان دليل مهم صحي بس فيه دليل مهم صار بالاجتماع وهو أنه ممثل القوات اللبنانية غير موافق على مشروع الوزير بسيل فهون الوزير بسيل بشد بدفعه نحو القانون طبعه اعتباره إنه عم بيخدوا مصلحة المسيحيين هذا اللي بيقوله فمصلحة المسيحيين ما بقى يمثلها بنفس التقل لما كل القوات هنم مش مع مشروع طبعه لذلك أنا بقول حضور ممثل القوات كان مهم بقدر غياب ممثل الرئيس بري غياب ممثل الرئيس نبيه بري هل يعني هون هل بيطرح علامات استفهام حول حقيقة العلاقة بين الرئيس بري والرئيس عون منذ البداية ومع الوزير جفران بسيل يعني فيه جزء من الموضوع الشخصي لكن الرئيس بري أنا بعرفه ومنه وهو عنده مروني حقيقة سياسية هائلة تجاه جميع الفئة وما عنده طائفية ملحوظة رغم عن ما يدعيه البعض بالفعل من ثم أنا كانت رئيس فرع من جمعية متخرجية الجامعة الأمريكية دعينا لمحاضرة على الدستور اللبناني معامل محاضرة جدا جيدة ويدعو فيها إلى تعديلات أساسية ولكن بعد المحاضرة وكان فيها ألف ومثلين شخص وفي ناس وقفين أنا سألته طيب هالتوصيات إديش رح يصير منها قال لي ما رح يصير منها شيء لأنه ما فيه استعداد لدى النواب يغيروا فيه قواعد باقاء حيثهم قواعد اللعبة يعني هني بدك تقولي لكي لفتلي نظري ولو يبدو تحويره وبعد عنه بالانتخابات طبع الفرنسا اللي تصوت فيها عدد من اللبنانيين نعم لفت نظري أنا شوف ليش اختاروا فلان أو فلان لا 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 لفت نظري أنه فيه نحنا نائب لبناني عن طرابلس النائب الوحيد اللي استقال اللي استقال كان عم يدلب صوته عم يدلب صوته بانتخابات الفرنسية وقالوا له ليش قال لهم لأنه نحنا ما عنا انتخابات هذا نايم واستقال ومن وقت اللي مدده ما قبل ياخد معاش يعني عطى مثال عما يجب أن يكون النائب ما لأين غيرهم ولكن في نواب آخرين معهم جنسي الفرنسية كمان انتخبوا انتخبوا ايه بس هو بالعالم لأنه عنده مشروع كبير وإلى آخرين جريد المستقبل اليوم دكتور اسكندر وصفت التطورات بموضوع الانتخاب الدراماتيكية نعم وقالت إنها دفعت ساعتة الرئيس بري لتعليق مشاركة الوزير علي حسن خليل مش بس باجتماع الخارجية إنما بسائر الاجتماعات الانتخابية التشورية حتى اشعار آخر نعم شو المقصود من حتى اشعار آخر ونحن على مسافة أقل من أسبوعين من المهل الفاصلة طيب هل يمكن لمجلس النواب أن يصوت على مشروع عنون أو لا بالأكترية الأكتر من التلتين يعني إذا كان الجميع متوافقين وفي مشروع معين ما بأيده إلا عدد من النواب اللي هني دون التلت لازم نقدر نصوت على مشروع اللي هني ليش ما نقدر يعني حدثك مع أنه الأمور تأخذ منحق التصويت حاجة نقول أنه يعمي بيصير فيه انقسام وكأنه الديمقراطية هي التوافق التام هذا التوافق التام مش ديمقراطية هذا التقراطية السيكولوجية لازم نطلع منها هلأ لازم كل ابنانية يكون متفقين على بنود الأنون الانتخاب ما بيصير هالكلام هذه سابينة عويس بتقول أوردت بالنهار اليوم سيناريو كيف بده يصير المخرج للتمديد التقني بتقول بيكون بمسابة طويلة حوار نعم ينتج منها اتفاق على إطار عام للأنون الانتخاب العتيد يلتزم الثوابت والمبادئ العامة التي سيتشكل منها القانون ما في شك انه سابينة شاطرة لكن هالشي اللي قايلته شو بيختلف عن كل شي كننا عم نسمع سيلا توافق الجميع وما بعرف شوش وما عم بيتوافقوا ما في اتفاق بالنيات ما في اتفاق شو الاحتمالات؟ مش بس انه بده القانون الستين القانون الستين ركيزي لانه يعني موجودي ولكن ما في توافق بين اللبنانية على منهجية الحكم ولا في توافق على الاستهدافات الانمائية وعلى النفقات الاجتماعية وعلى تسيير شؤون الدولة كل شي في خلاف عليه كل شي في خلاف عليه نعم ليش ما نحنا نلجح حقيقة لا استفتاء شعبي استفتاء استفتاء مش انتخابات شعبي يعني متل ما بفترة طالب الرئيس شو بيريدة؟ يعني بلاك ذات ما فينا نحنا نخرج من حالنا كلنا هالقد نحنا لا متل ما طالب الرئيس عون بفترة سابقة انه ينعمل استفتاء يعني باكين بوعتب قصة الرئاسة على شو ببنود الاستفتاء عشو يعني لازم نحنا يطلع بتعارفين من زمان هذا أتلي كان مستشار لبفترة رئيس الفرنسي مترون عمله دراسة انه مئة هدف مئة هدف لازم يعني فرنسا تسعى للتحقيق خلينا نحنا نعمل استفتاء على عشرين هدف لازم نسألت الحقيقون ونشوف شو النتيجة نعم بس استفتاء مماثل بأعداد كالتي هي اليوم بأعداد ديمقرافية مثل ما هي اليوم ما بتكشف الأمور أكثر فأكثر ما لازم تنكشف الأمور أكثر حاش بقى نوري حاش نغمض عينينا عن الحقيقة عن الواقع عن الحقيقة نغمض عينينا عن الحقيقة طيب بدي لك فرد شغلي هل بصير بلد متل الاردن ما فيه مي وبينجوا الكهرباء بس باستيراد الغاز والمزؤون يكون عندن كهرباء 24 ساعة ومي 24 ساعة ونحنا منشتري المي بالطرقاط ونحن صار لنا من سنة 2010 ماينا كهرباء يا عمي ما بصير هالشي هذا ونقول عن حالنا انه بلد حضاري كان فيه هيك مثل أمل بهذا العهد وعندما تولى الرئيس الحريري الحكومة بس يبدو أنه يعني ما بعد ما انتهت فيه يعني ليك بالتأكيد بدي بنفس تفاؤلي لسوق الحظ قسم كبير من هالتفاؤل عم بنزول بعدم الاتفاق على قانون الرئيس بر اليوم بحسب نقول نصيف بالأخبار بيقول لا يتصورنا أحد أنه عهدي أنا أو عهد الرئيس سعد الحريري إنه عهد الرئيس ميشيل عون فحسب كيف بتفهم هذا الكلام هل فينا يعني بفهم هذا الكلام من نوع الإطراء اللي الهدف له تطمين الرئيس ميشيل عون إنه دوره محفظ تطمينه أول قول إنه هالعهد بيفشل إذا ما يعني إذا ضلت الأمور مثل وهي تطمينه تطمينه إنه الأمور تستمر إلى ست سنوات إن شاء الله إذا كل واحد إذا العمر نعطى للجميع أم الصبي ورجل الدولة عنوان افتتاحية الديار اليوم عن الرئيس سعد الحريري يلي اعتبرت جريدة الديار إنه بوقوفه ضد التمديد أظهر حقيقة أنه رجل دولة من الطراز الأول كوالده وأنه أم الصبي الحريس على لبنان ومواقفه معتدلة جدا للرئيس سعد الحريري وتساعد على منع أي فتنة سنية شيعية مسيحية شيعية أو مسيحية سنية كيف السبيل لتسمير أكثر هذه المواقف ويعني بأي دور بيقدر يلعبون الرئيس سعد الحريري مثل ما كتب جريدة الديار لكن أكيد أكيد الرئيس سعد الحريري عم بيلعب دور الرجال المعتدل واللي يسعى إلى التوفو هذه ما في حدا مننا في ينكره عليه حقيقة بس السؤال يا ترى مع كل الأضايا اللي بدأت تشغل الرئيس وسرق لبنان وهالشاب اللي نيت وطيبي عم بجرم يتعاون مع الجميع كيف رح يصروا أنه يركز على أضايا أهمي تانية تعلم العضايا اليومية الحياتية هي على مستوى من اللا أهمية الحقيقية مش من اللا أهمية بقدر ما أنه ما عم يصلى دور يعني طيب ما عم يبحثوا بشي أساسي لأنه مشهورين يعني ذلك غلا بدي أسألي اليوم النهار حاطين أنه ربما قصة النفايات ستظهر من جديد تير كذا لا أسألك عدنا ليحقا أنا كنت كتب على نهار الجمعة وقبل طيب هدا بيصير ذلك قاموا بجماعية بيروت مدينتي وغيرون على قصة النفايات وأنه لازم نحبس فلين وهلأ كلنا سوا معتمدين على فلين أنه يظل يساعدنا إلى حد ما بقصة لا ما تغرأ البلد لا ما تغرأ البلد وطوعيا عم بيعمل هالشي طيب لازم بقى نحنا نحكي الحقيقة أنه نحنا إذا ما حلينا قصة النفايات نعم إذا ما حلينا قصة الكهرباء إذا ما طورنا إمدادات المياه إذا ما علجنا مشكلة السير إذا ما تصدينا لتردي مستويات التعليم نحنا بلد فاشل وذاهب إلى فشل أكبر وإلى قاع البلدان العالم التالي بعد فيه ملاحستين بقانون الانتخاب قبل ما أخذ البريك أول وحدة سيمون بفاضل بيقول بالديار أنه أي أنون غير الذي يرتاح إلي حزب الله لا يشهد النور وضع أسمعه على الجرح وماذا يريد حزب الله هنا برأيك حزب الله عم بيقوله نحنا مع النسابية الكاملة ولكن نحنا مع تقصيم الدوائر على الشكل اللي يوسعوا نطاق المشاركة في الانتخابات إلى أقصى حد يعني من هلأ من المنطلق العام بتقول لي ليش لا من المنطلق العام ولكن ما في أنا عندي ولكن لأنه هاي قصص الانون الانتخابي كمواطن بشعر أنه أنا من هان كل يوم كل يوم بأنه هالبحث محصور فقط بالنواب اللي مصلحتهم يضلوا ليش ما جبنا هيئة من الحكماء يجعل ويضعوا مشروع عنون انتخاب بقى فيه مشاريع عدة هيئات الطيب مشروع مشروع اللي يرحموا الوزير فؤاد بطرس يعني ليش منسي بعده وبعده زياد برود طيب وبعده ناطق وبعده ناشط يحو موجود كان ماذا لو تخذ قرار بالعودة إلى الشارع بيحمل البلد اليوم يعني برح اسمعنا الوزير جبران بسيل إنه إذا هيك وإلا الشارع دائما دائما بيلوح بهالشي بس مد ما تذكر بس القوات جاروا بآخر تلويح دكتور سكاندر كانوا بدوا ينزلوا معه لو لا يتخذ القرار الرئيسهم بس هلا منهم بقفين معه في الانتخابات ولا بقصص الكهرباء استئجار البواخر مش وعفين معهم هلا بدك تسألي طيب خلافات تقنية أم أبعد بينهم وبينه بين القوات والتيار خلافات تقنية أم أبعد في خلافات جوهرية في النزل المستقبلية والبرهان ترشيح حدا معين بالبترون يشكل منافسة حقيقية لجبران بسيلة موضوع أخير كرم حلو بالحياة يقول ما في حل طائفي لمشكلة طائفية في لبنان وعلى الذين لا يزالون يدورون بعنق الزجاجة بحثا عن حلول طائفية للمشكلة أن يخرجوا من تصوراتهم الطائفية المدفوعة بعامل الخوف أو بعامل الغلبة والتطلع إلى الهموم الكبرى للمجتمع اللبناني لا أختم في هذا القسم يمكن الحل بيكون بحل غير طائفي لهذا يعني هذا كلام من نوع اللي تستعمل الكلمة وضدها بنفس المعنى لكن ممكن زلمي بيكتبوا منيح بس صحافي بلبنان عنا حرام بديش مكارسين فقط لقصة قانون الانتخاب حرام والتليفزيون أنه ما في شيء يشغل أهم منها والله لها المي وتوافر المي بتشغل أكثر نحن الحلقة نص بنص هلأ خلصنا من قانون الانتخاب بعد البريك رح ندخل لمجلس الوزراء وهمومه لقصة النفايات المناقصات يلي صارت مبارح والمواقف المتعلقة بالمصارف لحظات ونعود أهلا بكم من جديد تم تحديد موعد مبدئيا لجلسة لمجلس الوزراء يوم الأسبوع المقبل جريدة المستقبل بتقول أنه التوافق على خدمة مصالح الناس وحسن سير العمل المؤسساتي يفترض أن يكون خارج خارج أي خلاف عملا بالطريقة اللبنانية ممكن يكون خارج أي خلاف هذا الأمر يعني هذه دايما التمنى العام بس هالتمنى هذا بدي مع بداية العهد والحدث هلأ بعد ما اتمظهر بشكل يفيد العالم أنه ماشيين لقدام محتاجين للشعور بأنه ماشيين لقدام على عدة أصعيدة اللي منها شك واساء دائمي ومستديمي ومنها تحديات جديدة اللي عم بتواجه لبنان ولما نسمع أنه فصل الصيف راح يكون يعج بالزوار بدون يتساءل واحد ليش بدون يجول عنها على أي أساس بدون يجول عنها بحقيقة ليش بدون يجول عنها إلى الأمام بمعدل نمو أكتر من ثلاثة أربعة بالمية نحنا لازم لنا أنه يكون معدل نمو عندنا خمسة بالمية لنقدر نستوعب بعض الطاقات شواليه أدى اللي معدل النمو بحسب عليك؟ يعني ثلاثة بالمية ما صرف لبنان واحد حصل ثمانية البنك الدولي ما فيها الفرق ولكن أنا بقول أنه ثلاثة شوي أقل من الحقيقة لقلك ليش مش تفاعل ولكن البنك الدولي بجلسة من سنتين مع جماعة البنك الدولي عم نبحث بالدخل القومي اللبناني قال ثلاثين بالمية من النشاط الاقتصادي تعتبر الاقتصاد الأسود أو الاقتصاد غير المنظور بمعنى التأييد إيمته في القيود الرسمية فقلت لهم إذا كان نسبة ثلاثين بالمية معناته الدخل القومي أكبر من ما بتقوله قال مزبوط بس نحنا ما فينا إلا نلتزام بالإحصاءات الرسمية هلأ مصر في لبنان عندهم استقصاء لبعض النشاطات بالسوق يعني بيروحوا للتجار بيروحوا اللي عما يعمروا بيروحوا للشركات الترابي إلى آخره العدد المسافرين يعني عندهم مؤشر في عناصر من قياس حركة السوق بالتالي هاتنين بالمية الفرق 1.2 عن البنك الدولي بتوحي بجزء من اللي عم بقلك عنه أنا بقول إنه قياسا على ما يقوله جماعة البنك الدولي إنه 30 بالمية من الاقتصاد هي اقتصاد أسود أو غير منظور لازم يكون النمو كان بحدود 2.5 أكثر موضوع هلأ يعني يبدو أنه طارق هو مشروع الموازنة يلي صار شهر مرأ شهر منذ اقراره بمجلس الوزراء وهذا الشهر تعطل خلاله مجلس النواب ومعه مجلس الوزراء بحكم التشنجات السياسية أي تعقيدات بتشوف فيها يعني هل فيها تعقيد فقط بيهلأ بتوقيته أم بمضمونه مشروع الموازنة قلينا نبتدي من أمر أساسي الصندوق النقذ الدولي والبنك الدولي عملوا تقاريرهم بنهاية السنة عن أوضاع الاقتصاد اللبناني سنة 2016 نينيتهم أشاروا أنه السياسة النقذية يعني سياسة مصر في لبنان كانت جايدة السياسة المالية بيعتبروا بدا تحسين أساسي السياسة المالية يعني الضرائب الإنفاق التخصيص للمشاريع معدلات الدين إلى آخري وأنه لبنان إذا بده يستقر بده يعطي السياسة المالية أهمية كبيرة اللي هي بتتجلى بقصة الموازن مبارح غازي وزني زميل اللي هو حقيقة مرافق للتطورات وعنده نوع من الوظيفة الاستشارية اللي بتعطيه مجال يطلع على الأرقام بده عامل تحليل كتير منيح بالنهار الحقيقة الحديث هلأ بين زملاء الاقتصاديين غازي كان أكثر واحد عم بيفصل موضوع الموازني بشكل جيد هو بيعتبر أنه في بعض الضرائب مجحفي وأنه مثلا زيادة الضريبة على القيمة المضافة ليس صحيح أنه بس بتصيب الأغنية لأنه مع فيه مثلا المأكلات الطازجة المأكلات الطازجة مع فيه بس اليوم أغلب الناس عم بيروحوا يشتريوا يعني اللي من الميسورين عم بيروحوا يشتريوا هالمعلبات الخسر اللي جايه من الصين وغيره اللي بيطالر هالشي ثانيا نخدي مثلا أنه بنا نزيد الضريبة على اللي بتنحط على فوائد الإداعات نعم إذا واحد من هالمساكين اشتغل 40 سنة وأخذ 300 مليون ليرة طاويت وحطهم بالبنك اللي حتى يعيش بفايدتهم بيطلع له 18 مليون ليرة أو ما يعادل ألف دولار بالشهر يعني بيجوز تكفي مستوجبات الحياة لو فيه ضمان صحي لللي فوق الستين اليوم بتجي بتقولي له أنت بدل الخمسة بالمئة اللي كانت بدغت تدفعها بدغت تدفع سبعة بالمئة يعني اثنين بالمئة إضافية يعني أربعين بالمئة على اللي كان يدفعه ثنين بالمئة الإضافية بيشولوا لثلاثمئة وستين ألف ليرة شهر بالشهر بيصير عندهم بيصير عنده أقل من ثمانمائة دولار طيب كيف يعني هوا ليش بدنا نظلمهم بهالشكل وصحيح أنه هاودي ما عندهم غالبية الوداية بس هاودي غالبية السكان غالبية الناس المعترين فإذا قلنا نحن أنه هاتنين ما بتأثر بيقولولي ثنين بالمئة ثنين بالمئة أربعين بالمئة عن الضريب السبعة نعم للا لحق نعم فبعدين بعطيكي مثل تاني يعلق بتقولي لي طيب الميسورين يدفعه أنا عم بتطلع على تيكت سفر لزهوشتي راحت عبيريس ورجعت حقه ألف وتسعمائة دولار قديش ضريبة المطار ميتين وثلاثة وأربعين دولار ما في محل بالعالم كله بيفرض هيك ضرائب طيب ما بيسير حسن الإدارة الإدارة ليكي طالما الإدارة بلبنان ما عندها نظام واضح وطالما ما هي حقيقة تستند إلى الأدمغة الإلكترونية والبرامج الإلكترونية طالما هي فيسلة قطعا وطالما هي عجزة يعني بدها مكنني الأمور نعم العمر يلزمه مكننا بالدرجة الأولى بس مكنني مثل دبي هل دبي اللي كناس بالثمانينات ونقول شو هل قطعة من الصحراء خلينا نروح عليها ونتعلم فيها نشاط اقتصادي فيهم مليونين ونصف مليون بين اللي جايين الزوار والمقيمين عندهم مدخول خمس مرات مدخول الاقتصاد اللبناني بقصة تمويل مصادر تمويل الدولة ومصادر تمويل الموازنة انطلق اليوم الصحافة بالديار عباس صالح من مسألة فضع عروض المزايد يلي فرضتها وزارة الأشغال على المديرية العامة للطيران المدني لإشغال واستثمار مساحات السوق الحرة بمطار رفيق الحرير الدولي ببيروت هل مسألة اللي صارت بشفافية عالية ممكن يعني تسلت الضوء من جديد على موضوع مصادر تمويل الدولة بتعتقد هالشي يعني اذا صارت الأمور بالشكل اللي جارت فيه بالمطار ممكن تكون بارقة أمل على المدى البعيد أنا الحقيقة ما بعرف بها الأضايا كثير وإنما لفتلي نظري إنه اللي أشرفوا اللي أشرفوا على المناقصة هي الهيئة الأعلى سلطة إدارية في هيكلية الإدارة اللبنانية واللي هي كان مفترض بالسابق دائما تشرفوا ما كانت عما يصل لها الفلسطة تشرف يعني رجعوا وشغلوا هالهيئة كما نقول فأولا إنه يصير عقد بدل ما يكون متروكي بدون عقد هذا الأمر جيد يكون عملت بها الشكل جيد ولكن هلأ بتقولي لي إنه يعني وردات الدولة رح تحصن كتير بها الشي بقلك لا وردات الدولة لأنه هايدي طيب 85 مليون دولار نحنا ليش ميزانيتك أنت 16 مليار دولار يعني من هون ومن هون ومن هون بس خلينا نطلع على الأشياء الأساسية الموجودة يعني الأشياء الأساسية طبعا موجودة لا أستقنوا إذا من المطار من المرفأ شو أكبر شو أكبر مورد للخزينة شي لي قصت الضرائب على المستوردات أكبر مدخول عم بيجي من الخليوي ومن التليفونيات طيب الخليوي لو نحنا حسننا الخدمة لو خلينا الإنترنت يكون صحيح أرخص 50 بالمية بس أفعل ثلاث مرات مثل ما هي بالأردن أصاع منا ثلاث مرات كان المدخول تبعنا بيزيد على الأنينة 50 بالمية بدل المليار ونص بيطلع لك مليارين من هالخدمة هايدي بالزيل فنحنا نتغضع عن الأشياء الحيوية الرئيسية وبعدين في شي تاني ليش أنت بدك تظل تدفع عجز على الكهرباء نعم بهال مبالغ الكبيرة لما فيك تعمل مثل أبو ضبي أبو ضبي استأجر وبواخر الغاز المسيّل مع أنه هن بيصدروا غاز لحتى يغزهم حطات الكهرباء عندهم بالصيف لأنه بيزيد الاستهلاك بسبب الحاجة للتبريد ونحنا فينا نجيب باخرتين وحدة لدير عمار ووحدة لزهراني ونستأجرهم بكثير أقل من هال 900 مليون دولار المقترحة منزيد طاقتهم على الانتاج بين 2-300 ميجا وارت وبنخفض من العجز ألف مليون دولار ليش لكن رحل اتجاهها لأنه بيحبوا هون بيحبوا يعملوا عقود بيحبوا أو ما في علم كفاية بهذا الموضوع أنه ما في دراية وافية إذا ما في دراية يريتم بيقروا كل العالم عم بيكتبوا مش أنا وحدة كل العالم عم بيكتبوا عن هالقصة وواضحة ووضوح الشمس ما فيه بس ما صارت المناقصة الحديثة الحمد لله يعني صار ما يشابه المناقصة المنجزة قبل ما يصير مناقصة فاضطروا يأخروا كمان يعني الموضوع اللي أشرت له وذكرته النهار بأسرار الآلهة أحد الوزراء السابقين تساءل عن خطة الرئيس عون ووزير البيئة لمعالجة النفيات قبل أن تطل الأزمة برأسه من جديد يعني إحنا على أبواب فصل الصيف شي للسياحة والإصطياف على جنب ولكن درجات الحرارة المرتفعة ممكن تكون هاي المسألة كمان عامل من عوامل الضغط لتحقيق أغراض سياسية؟ لو كانت عامل من عوامل الضغط إذا بدك تعالجيها بإنشاء معامل معالجة النفيات إديش بده وقت هالقصة طلعت من سنتين يا رولا من سنتين طلعت نعم من سنتين ونص بلغن يعني اللي عم بيقوم بهالعمل بلغن أنه ما بده يشتغل تفضلوا جيبوا وعملوا عملوا مراقصة وعطيوا أربع فئات مسؤوليات معينة وبعدين طلع كلام إنه يه هاي دي ما مخفضة الأسعار كثير يعني لازم لازم يكون لص السعر طيب ما كل شيء له كلفته بعدين اللي كان كلفته كذا من السنة صار كلفته كذا نحن جينا ووقفنا هالعملين نعم طيب إذا رسلنا سنتين هلأ تتعالجيها مظبو وين بدك سنتين تانين أمتين بيصير هالشي خدي قصة النفط والغاز تأسست الهيئة من هيئة النفط من أربع سنين وفيها عناصر لا بأسة بها وقدموا تقريره إلى آخره وبعدنا لليوم منقول إنه لحيانا عطى الترخيص بأول لـ 2018 يعني بيكون صار خمسة سنين على وجود الهيئة يعني لما بتطلعي هيك وبتقولي رح أعطيك مثل تاني سنة الـ 2015 رئيس السنيو رأكلف لجني كنت أنا واحد من أعضاء أنه ندرس طلبات تعيين هيئة لإدارة الكهرباء مصلحة الكهرباء وحقيقة راجعنا وكان فيه ممثل هيئة حكومية مسؤولة وإلى آخره راجعنا 80 طلب وكان طلب مننا إنه ما يكون محطوط على الطلب الطائفي طبعا الشخص وبعد ما نقاينا بناءا على الكافيات والخبرة اسموا بكافة ما يعني تقريبا لكن على كلهم على القليل اللي التزمنا بهالشي نعم شفناهم نقاينا يمكن شيء 12 عملنا معهم إنا انترويو الصويلة وبعدين وصينا في تأليف هالهيئة ومن إنه واحد منهم كما الحقيق اللي هو مدير عام ما كنا مصيين فيه بس ما كنا مصيين فيه إنه يصيروا قيصر الكهرباء يعني مثل ما هو ما حدا نغيره اليوم بيشترها القصة شو صار بنتيجة ما صار شيء هذي أمتين لم يؤخذ بها أمتين هاي 2005 2005 وقفوا ضد حكومة سالي السانيورة سالي السانيورة عملوا الاعتصام بوسط البلد ع 18 شهر وقفوا الحياة البرو ما نسكى من 12 سنة من 12 سنة 12 سنة تشكيل ناطر 12 سنة كيف بدي يكون عنا أمل بأنه هالحكم وهالحكومة رح يمشوا لقدام كيف بدي يكون عنا طيب وين مفتاح هذا الأمل اليوم لك مفتاح الأمل برات لبنان وين يعني؟ بإيران يعني؟ لا 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 إيران ولا سعودية يمكن سوريا إذا وقفت الحرف فيها بتكون مفتاح لها النشاط الاقتصادي إعادة الأعمار وإعادة الأمكانية التصدير بس اللي قدي أقولك يا الأساسي هو أنه 35% من القوى العاملة اللبنانية من الشباب عم بيشتغلوا بره الحمدلله عم بيشتغلوا بره وما تأخذ إنه نزلت تحويلات ونصحيح نزلت تحويلات إن كانت وصلة للتسع مليارات بالسنة وصلت سنة الـ 2015 إلى سبع مليارات ثلاثمية ولكن تكون ثروات عند عدد من اللبنانيين هائلة اللي بتمكن لو مناخ الاستثمار لو مناخ الحكم لو مناخ العدالة متوافر بيجي استثمارات للبنان هائلة اللي إجا سنة الـ 2009 بعد الأزمة المالية العالمية اللي صارها 24 مليار دولار 24 مليار دولار تحوّلوا للبنان من حسابات اللبنانيين بالخارج لأنه تخوفوا من أوضاع البنوك اللي خارجية 24 مليار بيعيشوا دولي إذا كان فيها حكم نزيه وحكم يبغي مصلحة لبنانيين أنا اللي أكتر شي بيحزني كلبناني يعني أعيش أغلب عمري بلبنان وعيش بعض عمري برا إنه ما عم نشوف تقدم لقدام ما عم نشوف مستقبل ما عم بتشوف برقة أمل؟ ما عم بتشوف ولا برقة أمل؟ بنسق الحكم الحالي لا ما عم شوف بها حكم مصرف لبنان اليوم بيشوف أنه بالرغم من هذه الصورة السودوية الوضع المصارف يعني ما في أخطار تتهددها سنتوسع بهالموضوع أكتر بعد ما نتوقف مع هذا الفاصل بافتتاحه مؤتمر عن تجنب الأخطار والعقوبات حاكم مصرف لبنان رياض سلامي أكد أنه يعني أكد سلامة قطاع لبنان المالي والمصرفي والالتزام بتطبيق المعايير الدولية بمكافحة طبيعي الأموال وتمويل الإرهاب يحمي هالمصارف من الأخطار علما أنه لبنان شريك بالجهود الدولية المبذولة بهذا المجال مسألتك رأيك بمسألة العقوبات المالية التي يعد الكونغرس لفرضها على من له سلة بحزب الله في لبنان مش بس حزب الله يعني في حلقة متوسعة يبدو أنه في شيء بيطال بعض حركين في أمال وبعض حركين في التيار الوطني الحر يعني مش بس مع صبرة بحزب الله لكن ما عرفنا التفصيل لا نعرف هلأ في شيء ناخده بالأعتبار أنه الأمريكان قادرين يفرضوا عقوبات على أي دولة لأنه أي دولة تستعمل الدولار نحن مثل ما بتعرفه يعني مثل ما هو معروف مدولة سبعين بالمئة من الوديع في لبنان هي بالدولار نعم بالدولار نعم وحوالى ثمانين بالمئة من عمليات التجارية والسياحية وغيره في المطاعم وإلى قريبا بالدولار فإذا كان نحن عقبنا بمعنى أنه منعت بعض البنوك اللبنانية عن تعاطب الدولار يعني ما يكون بيموت مستقبل هالبنوك بالذات ولكن ما رأى علينا مثلا مش عقوبات بس تهديد بعقوبة إذا خلفنا مثلا الفتقة القانون الفتقة اللي هو يهدف إلى فرض ضرائب على موجودات اللي أو أموال اللي معنى جنسية أمريكية أو اكتسبوا الجنسية الأمريكية اتطبق وما عندن شكوى من ذلك الأمريكان في أي مرات بيعملوا عقوبات هنما بيمرسوها على حالهم لأنه بعدهم 70% من كل المعاملات التجارية العالمية هي بالدولار وبالتالي الكل بيتفادوا أنه يغيظوهم للأمريكان هلأ أعطيك مثال من مدة قريبة من حوالها شهرين وزارة المنية بأمريكا طلبت فرض عقوبة على دويتشي بنك أكبر بنك المعنى بـ 14 مليار دولار وكانوا ياخدين منهم قبل 5 مليارات دولار مجلة الإيكونامس هي يمينية كثير يعني والبطناصر اليمينية كتبوا أنه إذا هاد العقوبة نفذت بصير فيه أزم مالية عالمية أكبر من اللي صارت سنة 2008 من اللي من برادرز بنك الأمريكاني اللي فلسوه كان عنده 641 مليار بينما دويتشي بنك عنده تريليون و 200 مليار يورو اللي هني بيطلعوا تريليون و 300 مليار دولار فبالتالي بتشوفي أنه ممكن حقيقة الأمريكان ممكن يقزموا يقزموا النظام المالي العالمي نعم وأساساً بياخدوا قرارات مثلاً في سنة الـ 71 نيكسن قرر بسبب كان حالة تضخم وحرب الفيضان أنه رح يلغي ما كان يسمى بقاعدة يعني قاعدة تقييم الفوائد وعجزات موازين المدفوعات بالدولار كان الدولة اللي عندها فائد تقدر تاخد معبيله أنصات ذهب من أمريكا بسعر 35 دولار بيوم واحد أعلن أنه وقف هالشغل بس هيك اللي تتسليه ولو كان الوقت عم بيها لبنان يعني أثبت للبنان يعني ما بيقدر لبنان غير ما يلتزم بهذا المعنى ما بيقدر إلا يلتزم ما بيقدر إلا يلتزم بس بدي إلك شغل هي تبسط اللبنانيين سنة الـ 71 لما أرّر نيكسن هالشي قبله بنهار واحد بهالكتاب اللي بين إيديك موجودة اشترى لبنان بعهد اليسر كيس مليون أنصة مليون أنصة أولك بعيد التاريخ نفسه وهذا الكتاب 24 ساعة 24 ساعة قبل ما أعلن فأجا وارينج اللي كان ملحق الاقتصادي هون واللي قتل حرام بعدين لعند شفيق محرام اللي كان نائم الحاكم وقال له من وين عرفته قال له ما عرفنا ما كانوا يصدروا هالشي بس وقع الحال أنه اليسر كيس الله يرحمه اشترى للمصرف لبنان 3 مليون و 500 ألف أنصة فيقول له هيدا اللي بأي حال مخلى لبنان بعده اليوم لغم كل الخطات واقف على إجراء أكيد هذا عنصر أساسي بس فيه احتياطيات كمان لدى مؤسسات تابعة للدولة ولدى بلدية بيروت ولدى بعض صناديق التحوط لدى الفرمشانية والأطبة تتجاوز الخمس مليارات دولار سؤال الأخير انطلاءا من كمان هيدا الكتاب ومن سورة حاكم مصرف لبنان هلأ رجع موضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان يتداول بقوة في الأوساط بتعتبره محسوم أم أنه دونه عقبات يعني لو كنت أنا بالطاقم السياسي اللي بيقرر كنت بقول لازم يكون محسوم هلأ بيتأمل واحد هيك لمصلحة اللبنانيين هذا الكتاب بيفرجي شو التطور اللي صارت بآخر 24 سنة باللبنان واللي صارت بأمريكا والواضح أنه نحن كنا اخذين إشراقات احتياطية أحسن من الأمريكان بهال موضوع بهال 24 سنة لأنه في فريق يعني يحمل حاكم الهندسات المالية لحاكم مصرف لبنان مسؤولية تدهور الأمور على الصعيد المالي نعم فيه اقتصادي كتب شي هيك كان يعني كنت كاتب ليش إلى نتيج جيدة أنه سيء أو إلى آخره نعم بس حاقتص أنه أكثر سوءا من الإيجابية اللي تحققت لك بهالمعاق يعطيك فرد مثال أو فيه شي بيسممه التيسير المالي من قبل البنوك المركزية للمصارف اللي صار بأمريكا وصار بالأوروبا وصار باليابان وصار بإنجلترا زادت يعني زادت موازنات البنوك المركزية بهالدول بأمريكا زادت خمسمية وستين بالمية كله يعني طبع مصاري طبع مصاري بإنجلترا زادت أربعمية وعشرين بالمية بأوروبا زادت أربعمية وعشرين بالمية باليابان زادت أربعمية وخمسين بالمية وهذا كله سوا رح يؤدي يوما ما إلى تضخم حقيقي وأضرار كبيري بس ومع هذا ما أدروا أنقذ مؤسسيتهم هلأ أوروبا كلها سوا النمو فيها سنة الماضية شو أعلى نسبة نمو كانت 1.9% بألمانيا يعني هي الأزمة على مستوى العالم يعني فرنسا 1.1% نحن كنا أحسن منهم أحسن منهم يعني فينا ننهي بعنوين هيك بنافزة في أولا أنه كانت السياسة بعيدة النظار وأنقذتنا من مخاطر كبيرة وتأمل أن تكون كذلك بموضوع الانتخابات وعنون الانتخاب لا ما بأمل أهوان الشروط بالنسبة لك أهوان الشروط شو هو أهوان الشروط نروح لللبنانية حقيقة باستفتان أنه شو بتكون بشروط عنون الانتخاب ويحلوا عننا النواب حاش بقى هنه مستلمين مستقبلنا نعم لأنه دين السنوات الماضي اللي خلونا نعاني مقدار كبير من الصعوبات وما حقه وشيء وبعده نقوله نحق علينا لا ما أنه حق علينا مع هالرائم كنا وصلنا لقطام الحلقة دكتور مروان اسكندر شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم شرفتنا أهلا وسهلا فيك شكرا للمشاهدين على المتابعة شكرا للمشاهدين على المتابعة